أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متنهية الصغر عن انتلاق فعليات دورة جديدة لمعرض صنع في ضمياط للأثار يقام هذا المعرض بالتعاون وتنسيق مع محافظة ضمياط على مداري 11 يوماً بأرض المعارض في مدينة نصر عام جديد يبدأ بدورة جديدة استثنائية لمعرض صنع في ضمياط المقام بأرض المعارض بمدينة نصر دورة تضم 70 عارضاً من أصحاب مصانع الأثاث والعارضين بمحافظة ضمياط احنا عملنا أربع دورات في 2020 تخطط المبعات حوالي 100 مليون للعارضين ونظرنا بقى لإقبال الجماهيري وضغط العارضين علينا عملنا دورة استثنائية الشهردة عشان في عارضين كتير موجوش معنا اللي جانب إقبال الجماهيري موجود وكل حابب أنه يجي إشتريوا معرض صنع في ضمياط بالنسبة للمعرض أنه في عروض عندنا من أول 100 جنيه لحد زي ما حالك موجود تخص الكريستالات فينحاس، الخشب، الحاجات الأنتيكس المودرن والستيل موجود عندنا التابلوهات، الزيت، أي حاجة تخص الديكور في البيت احنا متخصن فيها يقدم المعرض تشكيلة متنوعة من الأثاث الضمياطي باختلافاته من مودرن والستيل بالإضافة لتخفيضات تصل لـ 20% جهز تنمية المشروعات يعني دانا الفرصة وبيشجعنا أن نحن نيجي هنا في المعرض نار للمنتجات بتاعتنا تبقى نقريبة في القاهرة يعني هي الفكرة نفسها بصراحة فعلاً حلوة جداً إنهما فيه ناس مش قادرة تسافر هناك تقدر معندهاش ممكنية أن تعرف تسافر وبنسمع أن دمياط أصل الخشب يعني فإنهما يجيبوا الحاجة هنا دي بتبقى الأسعار كمان كويسة جداً الشدين في المكان هنا الجودة والمعاملة حلوة طبعاً ما بين الناس والصدق والأمانة في المنتجات يعني المنتجات مميزة جداً طبعاً وتأتي إقامة المعرض في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بها دمياط التي تعد قلعة من قلاع صناعة الأثاث في مصر والمنطقة العربية تحركت للقاهرة الكبرى لمعرض صنع في دمياط الذي يفتح أبواباً تسويقية جديدة للأثاث الضمياطي محلياً وعالمياً كريم بيبرتز التلفزيون المصري